وزير الشؤون الخارجية الروسي سيرجي لافروف يبحث برواندا علاقة التعاون الثنائية بين موسكو وكيغالي والتي تشمل المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية ويعبر رفقة رئيس البلاد الرئيس الدولي للاتحاد الافريقي أبول جاكامي عن السعي إلى تطويرها وبعد رواندا حط رئيس الدبلوماسية الروسي ببيتوريا حيث يشارك في أعمال اجتماعي وزراء خارجية دول بريكس وهي مجموعة تأسست عام 2006 وعقدت أول قمة لها عام 2009 تضم خمس دول هي البرازيل والروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وتسعى روسيا إلى منافسة الصين والولايات المتحدة الأمريكية في أفريقيا رغم أن حجم تبادلاتها التجارية مع القارة الأفريقية لا يزال ضعيفا مقارنة بهم حيث يتراوح بين خمسة عشر وعشرين مليار دولار فيما يصل حجم تبادل التجاري بين الصين وإفريقيا ثلاثة مئة مليار دولار وكان سيرجي لافروف الذي حط برواندا وجنوب إفريقيا قد قام شهر مارس الماضي بجولة إفريقية شاملة أنجولا والزيمبوابوي وموزنبيق ونميبيا وإثيوبيا وخلال ثلاثة شهر بدأ وزير الخارجية الأمريكية السابق ريكسي تليرسون جولة إفريقية شاملة تشاد والجيبوتي وكينيا ونيجيريا وإثيوبيا وفي العام 2015 كان وزير الخارجية الصيني وينج يانج قد قام بجولة إفريقية ركزت على غرب القارة الإفريقية حيث شاملت كل من السيراليون وليبيريا وغينيا ويعتبر غرب إفريقيا منطقة تنافسية بين فرنسا والصين والولايات المتحدة الأمريكية ويشكل الوضع الأمني وتنمية البوابة الرئيسة التي يتم عبرها التنافس ففي المجال الأمني تنتشر القوات الفرنسية ضمن عملية بارخان بدول الساحل وتدعم الولايات المتحدة القوات الأفريقية لمواجهة الإرهاب كما أن لها بعض القواعد العسكرية وفي المجال الاقتصادي تنتشر الشركات الصينية ويرتفع مؤشر التبادل التجاري والاقتصادي بين الصين وبلدان غرب القارة